رحلة إلى القمر إنه يوم مشمس رائع تلعب بيبا بكرتها النطاطة جوج وصديقه الفيل أدموند يلعبين بألعاب الفضاء القمر! القمر! يتظاهر جوج بأن الكرة هي القمر كنت ألعب بتلك الكرة دمية أدموند الفضائية هبطت على رأس بيبا يبدو هذا ممتعاً أذهبون للقمر؟ إنها مجرد لعب فضائية ممنة للصغار ليست حقيقية لكن الفضاء حقيقي وهناك سواريخ حقيقية تذهب إلى القمر هناك عرض في المتحف يتحدث عن القمر هل نذهب لنرى؟ أجل! هل سنضطر للذهاب إلى القمر؟ لا يا بيبا لن نذهب إلى القمر سنذهب إلى المتحف حسناً ها هو المتحف مرحباً جميعاً أستشاهدون عرض القمر؟ أجل أنيسة أرنبا رجاءً خمسة ذاكر ها هي استمتع برحلتكم إلى القمر أوه هل سنذهب بالفعل إلى القمر؟ لا يا بيبا مجرد تخيل هيا إلى رحلة القمر من هنا السيد أرنب هو مرشد الرحلة استعدوا للإقلاع إنه مجرد تخيل صحيح؟ أجل يا بيبا إنه مجرد تخيل خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد انطلاق نعيش على كوكب أيعرف أحد منكم اسمه؟ الأرض هذا صحيح أنا خبير بعد الشي في أمور الفضاء هناك سبعة كواكب أخرى تدور حول شمسنا أيعرف أحدكم أسماءها؟ أطارد أحسنت يا إدموند الزهراء، المريخ، المشتري، وزحل، ميبتون، وأورانوس يعرف أدموند كل شيء عن الفضاء أنا خبير في ذلك هل يعرف أحدكم مما تتكون هذه الكواكب؟ من الورق المقوة هذه نماذج من الورق المقوة لكن الكواكب الحقيقية من الصخور والجليد والغازات لكن القمر مصنوع من الجبن بالطبع لا، يتكون القمر من الصخور وهذه الجولة جادة فلا داعي المزاح أو الضحف ها نحن على القمر إنه قمر تخيلي، أليس كذلك؟ أجل، لو كان قمراً حقيقياً كنت ستقفزين فوق رأسي هل يعرف أحدكم لماذا نستطيع القفز عالياً على القمر؟ الجاذبية أوه، صحيح يا إدموند الجاذبية هي سبب بقائنا على الأرض وهي أضعف على القمر لذا تقفزون لأعلى ستقفزون كأنكم على القمر بمساعدة العلم يبدو هذا مبهراً كيف تفعلون ذلك؟ بالحبال المطاطية الكبيرة فليربط الجميع رباط السيد أرنب المطاطية المضادة للجاذبية القفز على القمر المزيف ممتع قولوا القمر المزيف القمر المزيف وهذه هي نهاية الجولة الخروج من هنا هل هناك أشجار على القمر؟ لا هل هناك سيارات على القمر؟ لا هل هناك متاجر على القمر؟ لا، فكرة سخيفة أهلاً بكم في متجر القمر لدينا خرائط وكتب عن القمر وحتى صورة لكم على القمر ومع قنفيل انظروا، هيا نحن نكفز على القمر لا، أيضاً سخور قمرية بها صورة للقمر في منتصفها بعض الجبن القمري الحقيقي؟ كم ثمنها يا آنسة أرنب؟ خمسة جنيهات فقط خمسة جنيهات؟ إنها لأعمال خيرية أحب القمر الآن لأنه ممتع للغاية لي ولفيذ أيضاً يقوم دادي بيك بالغسل هذا الصباح يا أبي، ما هذا القميص؟ إنه قميص كرة القدم سيلعب الوالد كرة القدم هذا المساء أولاً سأذهب للعمل أراكم لحقاً وداعاً إلى اللقاء مسكين يا أبي يجب أن يذهب للعمل آه، إنه مسكين هيا، لنلعب أجل، هيا نلعب تحب بيكا القفزة لأعلى وأسفل في بيرة الطين يحب جورج القفزة لأعلى وأسفل في بيرة الطين تحب مامي بيكا القفزة لأعلى وأسفل في بيرة الطين يا للهول أمي لقد رششنا بعض الطين على قميس كرة القدم لا تقلق سنغسله غسله لن يأخذ وقتاً ولن يعرف أبداً بشأن الطين لنجد أشياء أخرى نضعها بالغسالة أوه إن ثوبي به بعض الطين مامي بيج وجوج وجد أشياء أخرى ليخسلاها أحسنت يا جورج نضع الملابس هنا ثم نشغلها تمتلئ الغسالة بالصبون والماء ساخن اخسل 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 تجعل الغسالة الغرفة كلها تهتز أوه بيبا أين ثوبك؟ أنا أقوم بغسله ماذا؟ أوه لا انظري يا أمي ثوبي الأحمر أصبح نظيفاً الآن أجل يا بيبا ولكن انظري ماذا فعل يا للهول لقد حول ثوب بيبا الأحمر كل الملابس إلى وردي الوردي ليس أفضل لون لقميس كرة القدم أوه لقد عاد دادي بيج من العمل مرحباً جميعاً مرحباً يا أبي دادي بيج لدينا مشكلة صغيرة و أخبريني لاحقاً يجب أن أستعد لكرة القدم أين قميس كرة القدم؟ هنا لا تكوني سخيفة يا بيبا هذا أحد أفواب أمك إنه وردي لا يا دادي بيج إنه قميس كرة القدم لقد اتسخ بطيني قليلاً لذا غسلناه ثم اتسخ كل شيء بعدها أسفة يا أبي أنا لا أستطيع ارتداء قميس وردي ولم لا يا أبي إن الوردي لون جميل ماذا تظن يا جورج؟ جورج لا يحب الوردي ها قد أتى أصدقاء دادي بيج سيد ثور، سيد أرنب، سيد مهر، وسيد حمار وحشي موووو هل دادي بيج قادم للعب؟ فقط يحتاج لحظة فريقي لونه أبيض أحتاج لقميس أبيض لكن يا أبي لديك قميس أبيض فقط كن بخلع ستراتك أرأيت؟ هذا رائع شكراً لك يا بيبا مرحباً جميعاً مرحباً دادي بيج يعجبني قميسك جميل جداً شكراً أيا لنلعب كرة القدم أجل مرحباً 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 أبي لقد كنت بتلطيخ كميسك بالطين بالطبع يا بيبا قمسان كرة القدم تتلطخ بالطين دوماً دادي بيج يحب لعب كرة القدم الجميع يحب لعب كرة القدم خاصة وهي بالطين عطلة التخيم عائلة بيبا في عطلة في شاحنة التخيم صباح الخير يا صغاري صباح الخير يا دادي بيج أنا أحب التخيم بما أننا في الريف يمكننا أن نقضي اليوم في تأمل الطبيعة فكرة جيدة يا مامي بيج فلنشاهد برنامجاً عن الطبيعة أحد عجائب الطبيعة العصافير يا للجمال يا عصور لا يمكننا أن نسمع التلفاز أوه دادي بيج وما الفائدة من عطلة التخيم إذا كنا سنشاهد التلفاز نفعل ذلك بالمنزل تفكير سليم يوجد الكثير من الأماكن اللي نزورها يوجد عالم الشجر ما هو عالم الشجر؟ عالم الشجر هي غابة كبيرة مليئة بالشجر إن هذا يبدو مملاً وتوجد مدينة البطاطس ما هي مدينة البطاطس؟ إنها جولة في حقول البطاطس تنتهي بتدوق بعض البطاطس يبدو شيقاً وهناك أرض البط وما هي أرض البط؟ إنه نهر عريض مليء بالبط أرض البط فلنذهب إلى أرض البط تفا وجوج يحبان البط كيف نذهب إلى أرض البط؟ شاحنة التخيم ترشدنا مرحباً أين سنذهب اليوم؟ أرض البط من فضلك اتبعوا الطريقة إلى الأمام في خط مستقيم ذاهبونا لأرض البط بشاحنة التخيم أهلاً في أرض البط كم تذكرة من فضلك؟ أود أربعة من فضلك استمتعوا بالبط أين هو البط؟ ربما تكون في عطلة لنتناول غداءنا في الخلاء البط دائماً يظهر وقت تناول الغداء إبا وجوج يحبان النزعة البط هاه هو هناك توقف يا أبي نحتاج بعض الخبز للبط حسناً أهلاً سيدة بط أتى الكثير من البط كل إخوانها وأخواتها قد أتت وقد أتى الكثير من البط إنهما جدد وجد البط وها هم جميع العمات والأعمام وكان هذا آخر غدائنا قولوا شكراً لدادي بيج أيها البط على الراحب والساعة أنا أحب أرض البط وقت العودة إلى المنزل أتساءل أي طريق أقصر إلى البيت قد مستقيماً للأمام في النهر أوه، هل هذا صحيح؟ أجل، قد إلى النهر لا يمكننا الكيادة في النهر أجل، ما تقوله هراء من فضلك اضغط الزر الأزرق شاحنة التخين تسير باتجاه النهر لقد تحولت شاحنة التخين إلى مركب لم أكن أتوقع ذلك أهلاً بكم في سيارة المستقبل انظروا، إنه الكلب الجد والكلب داني أيضاً مرحباً يا دادي بيج مرحباً بيج نبحر في النهر في شاحنة التخين قدل أعلى التل التالي لقد وصلت إلى وجهتك نحن بالمنزل شكراً على هذه العطلة يا سيدة تجاهنا ها ها، على الرحم من الرائع لنا أخذ عطلة ولكن الأرواع العودة إلى منزلنا الصغير ليلة سعيدة يا صغيري ليلة سعيدة جولة بالقطار اليوم ستذهب بيبا وأصدقاؤها في جولة بالقطار السيد أرنب هو مسؤول المحطة كم تذكرة؟ واحد، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر عشر تذاكرة للأطفال وتذكرة لي يا أطفال، لا تضيع هذه التذاكر أيمكنني رؤية تذكرتك؟ آم، لقد فقدت تذكرتي عزيزي بادرو، كن أكثر حرصاً ها هي تذكرتك حاول ألا تضيعها مجدداً ها هو القطار أنسة أرنب هي سائقة القطار ليصعد الجميع مرحب القطار يسير على المصار تشو 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 على المصار ها هي أوراق النشاطات على الأطفال أن يجدوا كل شيء في أوراق النشاطات قارب صندوق الإشارة وأيضاً نفق أنا أرى أشجاراً هل الأشجار في القائمة؟ لا أستطيع أن أرى سحاباً هل السحاب في القائمة؟ لا أستطيع أن أرى الكلب الجد مرحباً بكم مرحباً الكلب الجد هل الكلب الجد في القائمة؟ بيتع المضحكة جدي لن يكون في القائمة ولكنه يقود قارباً وايضاemente في القائمة مرحب الأطفال يعلمون على القارب في أوراق نشطاتهم التذاكر جاء السيد أرنب ليتفقد تذاكر الجميع أعتقد أنني فقدت تذكرتي يا للهول يا للهول مياو ها هي تذكرتك يا بيدرو كنت تجلس فوقها والآن حاول أن لا تضيعها مجددا يا بيدرو إن القطار يصعد ببطء إن القطار ينزل بسرعة سيدة جزال أشعر أنني لست بخير أذهب إلى الأمام من فضلك؟ حسنا يا بيدرو اذهب إلى مقدمة القطار أهلاً بيدرو قل لي ألست بخير؟ هل تود قيادة القطار؟ نعم من فضلك القطار يسير على المصار تشو 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 على المصار صندوق الإشارة هذا في القائمة مرحى الأطفال يعلمون على صندوق الإشارة الإشارة أوقفت القطار من أجل أن يعبر شخص مهم إنها السيدة بطا وأصدقاؤها أوه ما هذا ما زلنا لم نرى النفق بعد؟ أوه المكان مظلم نحن في نفق النفق النفق هو آخر شيء في أوراق النشطات مرحى آخر محطة تغيير كلي لينزل الجميع الآن ولكن سيدة جزيل كيف سنعود للمنزل؟ أوه بابا نحن حيث ما بدأنا لقد دار القطار في دائرة كبيرة التذكر أرجوكم آم بيدرو أضع تذكرته مجددا آم بيدرو؟ هل أخذ قبعتي من فضلك؟ ها هي التذكرة بيدرو أوه لقد وضعتها هنا المكتبة إنه وقت النوم طابت ليلتكما يا بيبا وجورج أريد قصة من فضلك حسنا سأقرأ لك كتاب القرد الأحمر ولكننا دوما نقرأها يا أمي القرد الأحمر يستحم ينظف أسنانه ويذهب للنوم آم نعم هذا ما يحدث فعلا أيمكن أن نختار قصة أخرى النمر الأزرق والعنكبوت الأخضر والبطريق البرتكالي أوه، وما هذه؟ عالم الإسمنت الرائع كنت أبحث عن ذلك هل هذا كتابك يا أبي؟ إنه كتاب استعرته من المكتبة وما هي المكتبة يا ترى؟ إنه مكان تستعر منه الكتب عندما تنهي قراءتها تعيدها ثانية ولكن داجي بيج نسي أن يعيد هذا الكتاب إنه لدي منذ وقت طويل لا يهم، يمكنك إعادته غدا والآن وقت النوم بعد أن يقرأ والدي هذه القصة إنها ليست قصة يا بيبا أرجوك أقرأها يا أبي حسناً عالم الإسمنت الرائع إن الإسمنت مادة للبناء يتكون من رمال ماء وخليط كيميائي الجزء الأول الرمل بيبا وجورج ومامي بيج استعرقوا في النوم إنه صباح وصلت بيبا وعائلتها للمكتبة واو، ما كل هذه الكتب؟ شش، بيبا، التزم الصمت وأنت في المكتبة لماذا؟ لأن الناس يأتون إلى هنا للقراءة والهدوء أيضاً التالي من فضلك أنيسة أرنبا هي أمينة المكتبة مرحباً مامي بيج، أتعيدين هذه الكتب؟ أجل أنيسة أرنبا، لنبدأ لماذا يصفر الحاسوب؟ يصفر ليتأكد أنكم لم تستعروه منذ وقت طويل ربما استعرته لوقت طويل فعلاً لا تقلق دادي بيج، ليس بهذا السوء يا للهول، لديك الكتاب منذ عشر سنوات ما هذا يا أبي؟ عذراً أنيسة أرنبا لا بأس، الآن يمكنك استعارة آخر أنيسة أرنبا، هل يمكن أن نستعير أنا وجورج كتاباً؟ بالطبع، قسم الأطفال يوجد هنا أوه، انظر، جنيات، زهور، وفساتين جميلة مرحباً بيبا أوه، مرحباً بك يا داني سأستعير كتاباً عن كرة القدم مرحباً بيبا مرحباً يا سوزي لديك كتاب عن الممارضات اختار جورج كتاباً عن الديناصورات ديناصور انظروا ماذا وجدت معلومات أخرى في عالم الإسمنت كتاب القرد الأحمر ليس كتاب القرد الأحمر إنه ممل جداً ولكن هذه قصة أخرى تبدو أكثر مرحاً بل ليست كذلك يحكى أن كان هناك قرد أحمر آه، قد تحمم ونظف أسنانه وذهب للنوم لا، صيد على متن صاروخ فضاء وذهب للقمر أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواووووووووووووووووووووووووووو ووgewوووووكووووعواعيب Rusич لارة وووو� Пока لازروا Detective civil حJudge ياي م Juiceكنده الكتاب فوووووو مع الممارضات الكتابة اي مهمة على الهي closed以 Visual pero in with affairs حسناً أنيسة أرنبا ويجب أن تتذكر أن تعيد كتابك أيضاً دادي بيك أنا سوف أحرص على أن أذكره أجل يا بيبا أفق أنك ستفعلين الأميرة بيبا حان وقت النوم لبيبا وجورج ليلة سعيدة صغاري جراني وجرانبا بيك سيأتياني للعشاء أهلاً أهلاً أين بيبا وجورج؟ نائمان أوه ولكنني أردت رؤيتهما أأسترق النظر؟ حسناً جراني بيك لكن كوني هادئة جراني بيك جانجي إيج صغيري الغاليين يجب أن تكون نائمين احكي لنا قصة حسناً فقط إن وعدتماني أن تعود مباشرةً للنوم سننام مباشرةً بعد القصة حسناً في قديم الزمان كان هناك ولد صغير اسمه مهر بيدرو وجد بذرة سحرية أوه نعم الآن زرع بيدرو البذرة ونمت لتصبح شجرة فاصلياء عملاقة تنتصل للسماء هذا حقيقي؟ بعدها تسلق لقمة هذه الشجرة وجد عملاقاً كبيراً أنا سيئاً لا أريد هذه أريد قصة عن أميرة أوه نعم وجد هناك الأميرة ببل جميلة والفارس جورج الشجاع النبيل وتباخاً يطهو ألذى الأطعمة على الإطلاق مامي بيج دادي بيج وجرانبا بيج ينتظرون ليأكلوا سأذهب لأرى لم تأخرت جراني بيج ومت لي في القصة يا جدتي جراني بيج المشاكسة لقد أيقظت الصغار لقد وعدنيها أن ننام بعد القصة مباشرة يا جرانبا بيج أنا جيد في إنهاء القصص يا جراني بيج انزلي أنت للأزفل أنا لد أتأخر هناك ولد شجرة فصلياء أميرة جميلة وفارس شجاع وطباخ يطهو عشاء لذيذة وبعد أن أكلوا العشاء اللذيذ ذهبوا جميعاً للنوم النهاية ثم استيقظوا جميعاً وجاء لهم ساحر ساحر؟ أجل ساحر سيؤدي عرضاً سحرياً كبيراً آه لكن ثم جاءت النين مخيف جداً جراني بيج مامي بيج ودادي بيج ما زالوا ينتظرون العشاء يبدو أن قصة ما قبل النوم هذه لا تنجح أنا خبير في قصص ما قبل النوم سأجعلهما ينامان في دقيقة آه تنين مخيف بيج بيج جورج إلى النوم لكن جرانبابيج لم يكن بإكمال القصة بعد يا أبي سوف أنهيها سأكون في الأسفل بسرعة حسناً هناك ولد شجرة فصلياء قلع أميرة جميلة فارس شجيع طباخ ساحر وتنين مخيف آه وملك جائع للغاية إذن تناول الجميع عشاء كبيراً وعاشوا بسعادة أبدية النهاية ثم أقام حفلة وجاء كل أصدقائهم حسناً يجب علي أن أحل هذا داجي بيك أوشكوا على النوم شكراً سوف أتولى الأمر عليك إنهاء القصة يا أمي حسناً بسرعة أخبريني ماذا حدث كان يا مكان في قديم الزمان منذ زمن بعيد مامي بيك ظلت هناك لمدة طويلة يمكنني سماع شخيرين وأخيراً بيبا وجورج نائماً وعشوا جميعاً في سعادة أبدية النهاية بيبا؟ جورج؟ هش إن أمي نائمة يا أبي يبدو أن الأميرة بيبا هي الأفضل في قراءة القصص هذا صحيح بالفعل الحمارة دلفين مرحباً دادي بيك يتحدث موسيو بيك كمان طاليهو؟ أوه يوجد خطب بالهاتف كالتان يفيدان لغران برتاني؟ إليا دلابلو؟ أطرين؟ الهاتف يتحدث بغرابة ألو؟ كمان طاليهو؟ ألو موسيو؟ ألو موسيو؟ ألو موسيو؟ ألو موسيو؟ هذا موسيو حمار يتحدث الفرنسي خطر هذا ببالي أمي؟ ماذا قال موسيو حمار لك؟ سأل لو يمكن لدلفين الصغيرة زيارتنا أوه جيد الحمارة دلفين هي صديقة بابا المميزة جدا من فرنسا دلفين ستأتي لممارسة التحدث بالعربية مرحة فلنسرع سيصل قطار دلفين قريبا آخر محطة تغييرا كلي هذا قطار دلفين دلفين بونجور بونجور بالفرنسية صباح الخير بونجور 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 سيد حمار يا إلهي هل هذه الحقيبة الكبيرة لدلفين؟ نعم دلفين أحضرت أشياء قليلة لزيارتها أشياء ليست لديكم هنا جبن خبز تماطم ماء أهو أهوار دلفين سأخذك في مساء الغد أين سأضع حقيبة دلفين؟ في غرفتي في أعلى المنزل يا أبي وهذه الحقيبة لليلة واحدة؟ نعم لهذا أحضرت حقيبة صغيرة فقط دلفين جاءت لتمارس التحدث بالعربية لذا علينا مساعدتها جميعا حسنا يا أمي أولا أولاً علي التأسف لا أتحدث العغبية بشكل جيد تتحدثينها بشكل معقول أنت طيب للغاية ميسيو بيك لكن هل يمكنني السؤال بخصوص التحدث بالعغبية؟ بالطبع أنا خبير في التحدث تفضلي بالسؤال هل الأفعال الموجودة في العغبية كلها أفعال ماضية؟ أم أفع وأم غ؟ في الواقع تأخر الوقت أن أرتب سرير دلفين أمي أمي أتنام دلفين في سريري بوسادة على كل جانب فكرة جيدة بابا ودلفين يناماني على كل جانب من نفس السرير يا أطفال هيا إلى النوم غداً يومكم مشغول دلفين ستزور مجموعة لعبكم واو دوغميبيا دوغميبيا ليلة سعيدة بالفرنسية لست ناعسة إطلاقاً لنغني يا أغنية تجعلنا ننام أجل أغنية دلفين الفرنسية الجميلة تسببت بنوم الجميع دلفين جاءت لزيارة مجموعة لعب بابا سيدة جزال هذه صديقة الفرنسية الحمارة دلفين بونجور بونجور دلفين لقد غنت دلفين أغنية فرنسية جميلة بالأمس أيمكننا تعليمها أغنية عربية؟ ماذا عن أغنية بينج بونج؟ نعم غني لي أغنية بينج بونج ستكون جيدة للغتي حسناً سنعزف لحظاً ونغني أغنية مع بينج وبونج وبينج بونج بينج بونج بونج لبونج جيد تعلمت الكثير من الكلمات اليوم بينج بونج بينج لي بونج لي بونج لبونج حفل القبطان داني اليوم هو عيد ميلاد الكلب داني سيقيم حفلة يو هو هو الجميع متنكرون كالقراصنة يو هو هو المهر بادرو تنكر كراعي البقر إيها أهلا بكم يا عزائي هذا الكلب الجد متنكر كقرصان مرحبا الكلب الجد نادني الكلب الذقن مرحبا الكلب الذقن من منكم أيها القراصنة يتوق أن يحظى بمغامرات في البحار المالحة لما كلامه مضحك هذه طريقة القراصنة إذا أردت أن تلعب لعبة القراصنة قل أر هل هي لعبة خطيرة؟ لا يا بيترو وعدني الكلب الجد بأنها لعبة آمنة جدا جدا لكنها ستكون ممتعة إذن من يود اللعب؟ أهل ها هي الخطة منذ زمن كانت لدي حفنة من الذهب ولكن تم خداعي عن طريق القبطان هوغ ماذا؟ حديث القراصنة يكون صعب الفهم قليلاً القبطان هوغ أخذ كنزي أوه واعلموا أن القبطان هوغ هو قرصان مخيف بعضكم يعرفه على أنه جرامبا بيج آه جرامبا بيج اللعبة هي أن تذهبوا إلى مغبأ القبطان هوغ وتعيد كنزي دون أن يمسك بكم مرحب الجميع متحمسون للعب لعبة القراصنة أهلاً جرامبا بيج نحن في طريقنا جيد للغاية جرامبا بيج والببغاء بولي يحرسان كنزي القبطان كونوا كالشراع الأسود واجعلوا الرياح تحملكم بعيداً ماذا يعني هذا؟ أركضوا إلى القارب يوهوهو أنا أحتاج الذهاب إلى الحمام وأنا ما الذي يؤخرهم؟ مرحباً، الكلب الجد؟ اعتقدتك قلت إنكم في الطريق نعم، نعم، لقد أوشكنا لقد أخذ لمشمل الفريق وقتاً اسحب المرساة أطلق الشراء أمرك، يا كلب الضقن نحن القراصنة في الخخور الزرقاء لنجد كنزنا الزهبي أطلقوا الشراء استعدوا للوصول وصل الأطفال إلى بستان جرامبا بيج اللعبة هي أن يجدوا الكنز دون أن يمسك بهم شجعوا القراصنة شش يا أمي أتمنى أن لا يكون هنا قراصنة يحاولون أن يأخذوا كنزي العزيز كفوا أصدقاء وحصلوا على العملات دون أن يمسك بهم إنها عملات الشوكولاتة الجميع يحبون عملات الشوكولاتة يام 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 أمسكت بك الكلب الجد أمسك به هل تحاول أن تأخذ كنزي؟ إنه ملكي فزت به باجتهاد وعدل أوه لا لم تفعل أوه نعم فعلت أنا أشكرك مالي الغاية على لعبة القراصنة الممتعة أوه لا داعي للشكر أوه نعم لقد حظينا بالمتعة عيد ميلادي زعيد يا داني هذا أفضل حفل قراصنة على الإطلاق أرنبو ريتشورد يأتي للعب بابا والجورج يلعبان في غرفتهما هذا أفضل منزل على الإطلاق جورج الأرنبو ريتشورد هنا جورج ريتشورد داينسول داينسول إلى اللقاء ريتشورد سوف آتي نستحب بك لاحقاً جورج و ريتشورد صديقان جورج ريتشورد لقد أسقطت ما منزلي أرجوكما إلعباه بشكل هادئ لقد حول جورج سلة اللعب إلى بركان يستخدم ريتشورد الأشجار اللعبة ليكون غابة استخدم جورج مكعبات البناء لصنع نار داينسول لقد حولت جورج و ريتشورد الغرفة إلى أرض داينسولات أنا سأرحم هذا مزعج جداً أنا أقول بطاطس وأنا أقول بطاطا بطاطس بطاطا من الجيد في الأيام الممترة أننا نشاهد البرامج الهامة في التلفاز بطاطس 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 بطاطا أمي جورج و ريتشورد حول الغرفة إلى أرض الداينسولات وأرض الداينسولات مزعجة جداً جورج لديه صديقه المفضل أما أنا فلا يوجد من ألعب معه يمكنك أن تطلبي من سوزي أن تأتي إلى هنا الحمل سوزي صديقة بابا المفضلة أيمكنك سوزي أن تأتي الآن حقاً؟ لنتصل بها مرحباً الحمل سوزي تتحدث سوزي هذه أنا أيمكنك أن تأتي لمنزلي؟ أجل يا بابا أيمكنني ارتداء زي الممرضة؟ أجل لكن أسريعي جداً إلى اللقاء يا سوزي سأعود لي أسريعي يا سوزي أصحبتي لاحقاً جورج ريتشارد الممرضة سوزي هنا والممرضة سوزي تقول هذه ليست أرض الداينسولات إن هذا مشفى والمشفى يجب أن يكون نظيفاً ومنظماً لن تكون الغرفة أرض الداينسولات بعد الآن هذا مشفى وسأكون أنا الطبيبة المهمة وهذا الداينسول مريض أوافقك يا طبيبة إنه أخضر مريض جداً يجب أن يذهب للنوم وهذا الداينسول لونه بنفسجي مريض حقاً أجل يا طبيبة يجب أن يذهب للنوم أيضاً داينسول أسموتا التزم الهدوء في المشفى الغرفة ليست مشفى بعد الآن أصبحت محطة قطار لا 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 يوجد أي قطارات في أرض الخيال أوه والآن الغرفة أرض الخيال الأشياء الجميلة فقط في أرض الخيال لماذا كل هذا البكاء؟ جورج وريتشرد يريدان لعب النصورات والقطارات ونحن نريد أن نلعب المشفى والجنيات أرى أن المطر قد توقف بالخارج إذن؟ إذن يمكنكم اللعب بالخارج ولكنهم يحبون لعب الأولاد الصغار ونحن نحب لعب البنات الكبار ولكن بعد أم تمطر ماذا تجدون عادة في الحديقة؟ برك طين وتوجد برك الطين من أجل القفز لأعلى وأسفل الجميع يحب القفز لأعلى وأسفل في برك الطين سواء كانوا بنات كباراً أو أولاد صغاراً السمكة جولدي إنه صباح مشمس رائع دادي بيك سيقود سيارته للعمل وقت الإفتار يا جولدي مامي بيك تطعم السمكة جولدي أمي إن جولدي لا تأكل أوه ربما ليست بخير لنتصل بالطبيبة البيترية الطبيبة البيترية هامستر مرحباً بيك السمكة جولدي لا تأكل وتبدو حزينة أوه من الأفضل أن تحضر جولدي إلي على الفور أوه أخذ أبي السيارة كيف سنذهب للطبيب؟ سنركب الحافلة هذا جيد محطة الحافلات يقول الجدول الحافلة القادمة ستصل في العاشرة كم الساعة الآن؟ العاشرة مرحباً كم تذكرة أريد ثلاثة ذاكرة من فضلك وباحدة للسمكة أرجوكي السمكة مجاناً تمسكوا ينتظر سيد ثور الحافلة موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يا للهون، هل أنت بخير يا جولدي؟ لا يمكنها التحدث، جولدي سمكة بالطبع، ربما ستحب سماع عصفي على البوق، اسمعي إن صوته مضحك لهذا سأذهب إلى متجر الموسيقى لأصلحه صعدت السيدة حمل، وسيدة قطة، وسيد حمار وحشي، وسيدة جزل إلى الحافلة أربعة ذاكرة إلى المتجر من فضلك مرحباً يا سيدة جزال، سوف نأخذ جولدي للطبيبة أوه، هل جولدي ليست بخير؟ إن جولدي تحبك تدور عجلات الحافلة باستمرار باستمرار تدور عجلات الحافلة طوال اليوم المتجر وداعاً متجر الموسيقى وداعاً الطبيبة البيطارية تعالج الطبيبة البيطارية الحيوانات المريضة هل هذه هي سمكة الحزينة التي لا تأكل؟ أجل، انظري جولدي أكلت الطعام أوه، لم تكن تأكل في المنزل ربما شعرت جولدي بالملل في المنزل، ولكن الرحلة المثيرة قد أبهجتها آه، لديكم سمكة سعيدة وجيدة، إنها جميلة شكراً لك أيها الطبيبة هامستر مامي بيج وبيبا وجورج سيعودون للمنزل بالحافلة سيعود سيد ثور إلى المنزل ببقيه السليم إنه كالجديد تماماً ستعود سيدة جزيل مع أصدقائها إلى المنزل بعد التساوق تبدو سمكة جولدي سعيدة الآن أجل، رحلة الحافلة هي التي جعلتها أفضل تدور السمكة بالوعاء، باستمرار باستمرار تدور السمكة بالوعاء، طوال اليوم مرحباً، أين كنتم؟ أخذنا، جولدي إلى الطبيبة وهي أفضل الآن يلا الهول، تعاني جولدي من السعال سنصطحب جولدي للطبيبة البيطرية غداً سأخذكم في السيارة لا يا أبي، نريد الذهاب بالحافلة، إنها ممتعة حسناً، سنذهب بالحافلة مرحباً يحب الجميع استقلال الحافلة، خاصة السمكة جولدي العمل واللعب إنه صباح مشرق وجميل أجل، يا له من يوم رائع لعدم فعل شيء دادي بيج يحب عدم فعل شيء أبي، ألن تذهب إلى العمل اليوم؟ لا يا بيبا، إنه السبت دادي بيج لا يعمل أيام السبت دادي بيج، ستتأخر عن عملك ولكنه السبت يا مامي بيج، أليس كذلك؟ لا، إنه الخميس دادي بيج يعمل أيام الخميس أراكم لاحقاً إلى اللقاء مسكين أبي، يجب أن يعمل محظوظة أمي يمكنها اللعب طوال اليوم أنا لا ألعب، أنا فقط أعمل على الحسوم جوج يريد أن يلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة يمكننا لعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة بعد انتهاء من العمل لقد أتت الحمل الأم وسوزي ليصطحب بيبا للعب مرحباً بيبا أهلاً سوزي استمتعى بيومكما إلى اللقاء يا أمي، اجتهدي بالعمل سيدة حمل، هل تعملين أم أنت تلعبين؟ لدي الكثير من العمل اليوم سأذهب إلى التمرين وماذا تفعلين بالتمرين؟ أجري، أقفز، وأنط الحبل لكن أمي، هذا ليس عملاً، بل هذا اللعب بيبا وسوزي وصلت إلى مجموعة اللعب مرحباً جميعاً أهلاً بيبا، أهلاً سوزي أهو، صغار، سنلعب لعبة المتاجر من يريد أن يكون البائع؟ أنا، أنا، أنا بابا وسوزي ستكونان بائعتين، أما الباقي فسيكونون مشترين بابا وسوزي ستديران محلهم الخيالي ماذا علينا أن نفعل؟ سأتولى أنا المال يا سوزي، وأنت رتب الأرفف حسناً الكلب داني هو أول مشترين مرحباً أيتها البائعة مرحباً يا داني أريد بعض البسكويت من فضلك سوزي، هل لدينا أي بسكويت؟ لا، ولكن لدينا هاتف لعبة والتم سيكلف هذا يا داني، سيكون ذلك بمئة جنيه شكراً لك، التالي لو سمحت مرحباً بك يا بائعة أيمكنني الحصول على رغيف خبز؟ لا، لكن يمكنك الحصول على منزل اللعبة أأضعه في حقيبة يا سيدي؟ أجل، من فضلك سيكلفك ذلك كرشاً من فضلك؟ أوه، ليس معي ما يكفي من المال يمكنك الدفع المرة القادمة أوه، يا له من عمل صعب أجل مرحباً يا بائعة ماذا يمكنني أن أشتري مقابل ألف مليون جنيه؟ أخبريني، ماذا لدينا مقابل ألف مليون جنيه يا سوزي؟ لدينا جزرة نعم، من فضلك الأرنبة رباكا تحب الجزرة إنه وقت العودة أتداد بيجلي صاحب بابا وسوزي أكان يومك حافلاً بالفعل يا أبي؟ أجل، لقد عملت جاهداً اليوم لقد عملنا جاهدتين اليوم أيضاً لقد كنا بائعتين وبعد الانتهاء من الكتابة النهاية ثم اتبع انتهت مامي بيج من العمل حسناً يا جورج، يمكننا أن نلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة نستحقها أوه يا أمي، تلعبين لعبة السيدة دجاجة السعيدة لأني وجورج قد أنهينا العمل بنجاح أليس كذلك؟ انتهينا جميعاً من العمل لذا هينا العب يوم المواهب إنها نهاية يوم آخر في حضانة بابا أطفال، غداً هو يوم المواهب استعدوا وما هي المواهبة؟ المواهبة هي شيء تحبه وتجيده أنا أحب مشاهدة التلفاز جداً وأنا أجيد ذلك اختاري شيئاً، سنحب نحن أن نراك تفعلينه موهبتي هي عصف الجيتار وصل الأباء لاستحاب الأبناء لا تنسوا أن تفكروا فيما ستفعلونه في يوم المواهب غداً إنه وقت نومي بابا وجورج لا أستطيع النوم بعد ليس لدي موهبة أعرضها غداً لكنك تملكين العديد من المواهب أجل، أستطيع القفز وأستطيع الغناء تلألئي تلألئي أيتها النجمة وأستطيع الرقص يصعب اختيار موهبة واحدة أنا أجيد العديد من الأشياء لا تقلاقي، يمكنك أن تقرري غداً حسناً إنه يوم المواهب إن مواهبي هي القفز والغناء والرقص لقد تدربت عليهم جميعاً ليلة أمس كنت أتدرب على مشاهدة التلفاز ليلة أمس هذه ليست موهبة يا سوزي قالت السيدة جزال هذا ماذا سأفعل إذن؟ من سيعرض موهبته أولاً؟ الكلب داني؟ أقرع الطبول أستطيع أن أرفع الصوت لا، كان هذا رائعاً يا داني مهي؟ المهرب بيدرو، ما هي موهبتك؟ الألعاب السحرية هذا كوب مملوء بالماء إنه مبلل وأيضاً شفاف الآن سأجعل المياه تختفي هينظروا إلي من فضلكم أغلقوا أعينكم افتحوا أعينكم اختفت المياه شكراً لكم الفيلة أملي أنا سأقوم بالعصف على الني ما هي موهبتك يا رباكا؟ يمكنني إصدار أصوات معينة هذا ينجح فقط إذا وقفت على أطراف أصابعي كان هذا جيداً جداً أجل، لكن ماذا سأفعل الآن؟ كاندي، ما هي موهبتك؟ القفز أنا كنت سأقوم بالقفز لكن زال لدي موهبة الرقص والغناء موهبتي هي الغناء تلقلقي تلقلقي أيتها النجمة ما زال لدي موهبة الرقص الحمل سوزي، ما موهبتك؟ الرقص لا، لا يمكنك الرقص يا للهول، كان الرقص خيار بابا الأخير من الرائع أنكم اخترتم تقديم مواهبة مختلفة للغاية الآن، من طبق لدينا؟ بابا لقد كنت سأقفز، أغني، أو أركس، لكن تم عرضهم جميعاً الموهبة قد تكون أي شيء لكن ليس مشاهدة التلفاز فكري في شيء تحبين فعله حقاً أعرف، لدي موهبة أجيدها بمهارة ترى ما هي موهبة بابا؟ موهبة خاصة التي لا يضاهيني فيها أحد في العالم كله هي القفز الأعلى وأسفل في برك الطيل تحب بابا القفز في برك الطيل؟